تخيل انت عامل ويبسايت وكلفك كله على بعضه يوم كامل عمل او يوم واحد عمل بس وتكلفته عليك كفلوس خمسة ستين دولار ولكن تقدر تبيعه بمتين تلتمية ربعمية دولار هشوف الفرق المكسب عامل ازاي هتعرف قد ايه الموضوع مربح جدا جدا جدا. طيب بعد ما عملت استمرار هنا بيبين لي هنا بيقول لي ان انت عند الوقتي عندك اللي هو الوورد بريس هوستنج اللي هو البيزنس والدومين اللي انت اختارته اللي هو محمد الفي دوت تي في. تمام ده سعره كده سبعة دولار تسعة وتسعين يعني الكصة دي كلها سعرها سبعة دولار تسعة وتسعين فانا بقول له هنا اوكي. كده بقى عندي ايميل شخصي بتاع مش ايميل شخصي ايميل بتاع الايه? بتاع الشركة نفسه. وبكده زي ما انتم شايفين تم وضع جميع البيانات او جميع المعلومات عن الويب سايت خلاص بيقول لك تمام? او كمبليت يعني ان هو خلاص عمل من الويب سايت ده في الويب سايت بتاعك. يا مساء الخير عليكم جميعا اهلا وسهلا بيكم في محاضرة جديدة من محاضرات كورس التسويه الالكتروني المجاني. محاضرة النهاردة هتكون تكملة للمحاضرة اللي فاتت اللي احنا مدأناها. وكونا بنتكلم فيها على او اللي هو الجمهور المخصص والجمهور المشابه. وشوفنا مع بعض الديه الاداة دي مهمة في استهداف العملاء سواء العملاء اللي يتواصلوا معنا قبل كده او حصل يعني او التفاعل بيني وبينهم قبل كده او حتى عملاء كان معي الاداة بتاعتهم وعايزوا عملاء زيهم بالزبط. وخدنا بالنا برضو ان في حاجات كتيرة من عملية استهداف العملاء مبنية على البيكسل او اللي هو ربط الويب سايت بتاعي بالفيسبوك او انستجرام. والمعلومات دي كلها نستشفي منها ان دلوقتي في وقتنا هذا بقى مش من الرفاهية ان انت يكون عندك ويب سايت بل بالعكس من اساسيات الشغل بتاعك هو ان انت يكون عندك ويب سايت او موقع الكتروني علشان تعرض عليه المنتجات بتاعتك او الخدمات بتاعتك او كمان يساعدك في ان انت تعمل استهداف او اعادة استهداف للناس اللي بيتفعلوا معاك على الويب سايت وتفهم حاجات كتير جدا من سلوكيات العملاء على الويب سايت بتاعك ان هما لما يزروه ايه هي الصباحات اللي بيزروها ايه هي المنتجات اللي هما بيزروها المنتجات اللي بيحطوها في السلة او حاجات تانية كتير جدا بيساعدك عليها او هنقول اعمالية ربط البيكسل بالويبسايت بيبدأ ان هو يظهر لك هذه البيانات طب سؤال يا محمد هو دلوقتي الويبسايت ده معناه ان انا هصرف عليه كتير جدا لان بطبيعة الحال انا ما عنديش اي خبرة خالص في البرمجة وبالتالي هضطر ان انا تواصل مع مبرمج او هتواصل مع شركة برمجة تعملي الويبسايت بتاعي فبالتالي يعني هيكون الموضوع مكلف جدا لان الناس دي بتطلب فلوس طيب هقول لك بمنتهى البساطة في محاضرة النهاردة انا هوجهها لشخصين الشخص اللي معهوش فلوس وعايز يعمل موقع الكتروني فههعلمه ازاي يعمل موقع الكتروني بنفسه بخطوات بسيطة جدا وبتكلفة بسيطة جدا وكمان من غير ما يكون عندك اي او اي خبرة في البرمجة اما الشخص التاني هو الشخص اللي شغال فري لانسر او عايز يحسن دخله فبالتالي باللي انت تتعلمه النهاردة هتقدر ان انت تقدم هذه الخدمة للناس التانية اللي محتاجة ويبسايت هتقول لي محمد طب ايه الفرق دلوقتي ما هو انا دلوقتي بقيت عامل زي المبرمج او عامل زي شركة البرمجة اللي هتشارج الناس او هتديها او هتطلب من الناس فلوس علشان يعملوا ويبسايت عندهم هقول لك لا باللي انت تتعلمه النهاردة هتعرف ان انت بخطوات بسيطة جدا يعني اكاد اجزم ان انا في الفيديو ده هخلص لك الويبسايت كامل او هنقول هنرفع اول او اول خطوة للويبسايت وهيكون اكتب وانلاين الناس تقدر تصوره تمام كده? طيب في الحالة دي انا النهاردة كواحد فريلانسر او واحد شغال للشغل خاص هقدر بمنتهى البساطة ان انا اقدم الخدمة دي للناس واخد عليها فلوس وممكن ما تكونش فلوس جامدة جدا فبالتالي عملت العملية المعاطلة بقت موجودة اللي هي انا مش هطلب فلوس كتير جدا من الناس وبالتالي الناس دي وفرت مسلا حد ما عندوش وقت ان هو يعمل ويبسايت او ما عندوش امكانية ان هو ما عندوش مسلا كمبيوتر ما عندوش اي حاجة يعني اي امكان طبعا اكيد دلوقتي صعب جدا ان انت لقي حد ما عندوش لابتوب او كمبيوتر بس مسلا في واحد يقول لك انا مش فاضي فانعايز اجيب حد هو اللي يعمل لي الويبسايت يعني زي يقولوا كده ادي العيش لخبازه فخلينا اقول لك ان انت بعد فيديو النهاردة او بعد حلقة النهاردة او محاضرة النهاردة هتكون خبازه بقى تمام فبالتالي طبعا اكيد محتاج شوية خبرة يعني ان انت تمشي ايدك في الموضوع عشان يكون ايدك سريعة في ان انت تعمل الحاجات اللي احنا نشوفها النهاردة ولكن الموضوع بسيط جدا فهيفتح دخل للناس اللي هي بتدور على شغل اضافي زائد كمان هيوفر للناس اللي هي حبة تعمل ويبسايت بنفسها ودلوقتي خلينا اقول لك نخش بقى في صلب الموضوع اي ويبسايت زي ما احنا قلنا ان هو مكون من تلات اجزاء الجزء الاول هو الدومين او الاسم وده طبعا احنا شرحناه في المحاضرات اللي فاتت او المحاضر اللي قبل اللي فاتت اللي هو الاسم اللي هو www.asmak.com او اسم النطاق بتاعك اسم النطاق بتاعك دوت كوم تمام وده العنوان اللي الناس هتروح عليه عشان تفتح الويبسايت بتاعك طيب بعد كده ايه بيجي المرحلة التانية او بتيجي بقى الحاجة التانية اللي انت مطلوب منك الا وهي الهوستنج او الاستضافة تمام اللي هو مكان بيتحط عليه الويبسايت بتاعك وبالتالي الناس تقدر تزوره وتقدر تصفحه او تصفح الصفحات بتاعته تمام وكنا رشحنا المرة اللي فاتت اللي هي الشركة طبعا شركة غنيه عن تعريف اللي هو اسمها ودي شرحناها بالتفصيل المرة اللي فاتت ولكن هنكمل شرح عليها المرة دي بطريقة عملية بقى زي نقدر نرفع الويبسايت والكلام ده كله تمام وتيجي بقى المرحلة التالتة او الحاجة التالتة اللي مطلوبة منك الا وهو الديزاين نفسه وهنا بقى الديزاين هو ده اللي احنا بنكلم علشانه شركات البرمجة شركات البرمجة بتبدأ ان هي تيجي تعمل لك الديزاين او تعمل لك هنقول التصميم نفسه بتاع الويبسايت نفسه كامل والبرمجة بتاعته برمجة الصفحات وكل الكلام ده كله تمام وترفعه لك على الهوستنج او الاستضافة وتدي لك اسمه ده الويبسايت بتاعك تمام كده طيب النهاردة انا مش محتاجي ان انا اكون مبرمج ليه لان بقى فيه مواقع بتبيع التامبلتز او اللي هي الاوالب دي بالفعل جهزة والمهندسين اشتغلوا عليها وخلصوها يعني هو خلص لك ويبسايت كامل وعرضوا للبيع فانت بتشتري هذا الويبسايت وتدقى ترفعه على الاستضافة عندك وتبدأ تفعله وتشتغل عليه فانت هنا مش محتاجي ان يكون عندك مبرمج الا ازا واعت في بعض الاخطاء البسيطة فانت ممكن تجيب مبرمج يخلص لك الحتة دي او حد عنده خبرة في الويبسايت بس يخلص لك حتة صغيرة يعني انت مش تدفع تمن الويبسايت كامل ولكن هتدفع حاجات بسيطة جدا ده لو انت احتاجت لكن لو انت مشيت على الخطوات اللي انا هعلمها لك فانت مش تحتاج اي حد خالص معاك ان هو يساعدك في بناء هذا الويبسايت تمام كده يبقى احنا قلنا ان انت تحتاج دومين استضافة والتامبلت او اللي هو خلينا نقول الدزاين بتاع الويبسايت نفسه حلو فالموضوع بسيط جدا وبالخطوات بسيطة جدا يمكن اول مرة تاخد شوية وقت لان انت اول مرة تعملها لكن تأكد ان انت لو عملتها مرة واثنين وثلاثة خلاص يعني انت ممكن في خلال ربع ساعة نصر ساعة تكون عملت الويبسايت كامل خلاص وجهز بقى ان انت ترفع المعلومات بتاعتك عليه واللوجو والالوان والكلام ده كله تمام كده طيب المقدمة الطويلة العريضة الجميلة دي خلينا نقول احنا خلصناها كده تعالوا دلوقتي نبدأ بطريقة عملية تمام ازاي تقدر تعمل الويبسايت من الزيرو خلاص انا دلوقتي اول مرة عمل الويبسايت دخلت وهنشوفها في النهاية هيكلفنا قدقي بالزبط الويبسايت كامل من ناحية وقت ومن ناحية مجهود ومن ناحية كمان فلوس فدلوقتي خلينا تشوف على الكمبيوتر ازاي بيتتعمل ونرجع لكم تاني اهلا بكم مرة ثانية دلوقتي بقى تعالوا نشوف بطريقة عملية ازاي ان احنا نقدر نشتري الاستضافة او ان هي المكان اللي نرفع عليه الويبسايت ومنين نقدر نشتري الويبسايت نفسه كبرمجة وكديزاين والكلام ده كله نختبره قبل ما احنا نشتريه فاول حاجة هعملها هو ان انا اشتري الاستضافة الاول عشان تكون عندي وبالتالي امشي الخطوات واحدة واحدة هنروح عند زي ما احنا تكلمنا عنها المرة اللي فاتت وشرحناها بالتفصيل للفترات اللي فاتت ولكن هنروح على طبعا من اكتر الحاجات اللي موجودة عند او عند اي شركات استضافة ومهمة جدا ان انت تستخدمها الا وهو الورد بريس لان ده هنقول من اسهل طرق ادارة الويبسايت او من اسهل طرق اشكال الويبسايت تمام? فعندك الورد بريس عندك البي اتش بي وعندك كمان اللي هي بقى البرمجة الخاصة والكلام ده كله وبالي ان احنا مش يعني مش مهندسين او مش مبرمجين فمش هنقدر نعمل برمجة خاصة وبالتالي البي اتش بي ممكن نعملها برضو بحلقات تانية لان هي برضو نفس الخطوات بالضبط هي هيها ولكن المرة دي هنشتغل على الورد بريس يعني كنعمل انواع تسهيل الامر وتسهيل ايه الحاجات ولكن في النهاية هو ويبسايت يعني سواء كده او كده هو هتلاقي ويبسايت بالنهاية طيب اول حاجة هروح عند الاستضافات او هنروح عند التا هست هنقول الهوم بيج وبعدين هروح عند كلمة استضافة هلاقي عندي حاجة اسمها استضافة وورد بريس عربي ودي طبعا بتسهل علي الامر جامد جدا فهنخش عند الصدافة وورد بريس هنزل تحت شوية هلاقي الاسعار عندي الاسعار بتبدأ من اتنين بوينت اه تمانية دولار ودي الاسعار يعني ممتازة جدا على الامكانيات الموجودة هنا ولا مش محتاج امكانيات كتيرة جدا يعني انا محتاج ويبسايت اعمل ويبسايت واحد بس فانا ممكن اشتري اللي هي دي تمام لو دخلي نرفع ويبسايت واحد ساعة التخزين تلاتين جيجا وطبعا ده معناه ان هي حاجة كبيرة جدا برضو مش قليلة وبعدا عندي تحتيها في اللي هو اللي حد عشر تلاف آآ زائر والكلام لكله فبالتالي الجزئية دي اللي انتوا شايفينها ممتازة جدا لو انا عايز اعمل ويبسايت بتاعي اول مرة زائد حساب آآ بريد الكتروني تمام حساب واحد بس بريد الكتروني طيب محمد انت تنصح نبدأ بدي ولا نبدأ باي حاجة تانية بص لو انت هتجرب تعمل ويبسايت يعني كنوع من انواع التجربة اوكي ابدأ بدي لان انت مش تشتمل بها كتير لكن لو انت عايز بقى تعمل ويبسايت احترافي بقى حاجة كويسة جدا وتعيش معاك يعني سواء ليك او لغيرك فانت ابدأ من الورد بيس اللي هو التمهيدي او اللي هو هنقول البيزيك زي ما نقوله كده تمام ده باربعة دولار ونص شهريا على حسن ما انت بقى عايزه شهريا سنويا ايا كان آآ انا شخصيا مسلا لما جيت اشتغلت على الاستضافة دي طبعا انا جبت اللي هو الورد بيس مش كبير هو اتنين دولار بس في الشهر من نسبة لي ما اعتبرش كبير جدا زائد كمان ان هو بيتيح لي ان انا عرفع ميت ويبسايت وده او كي مفيش في مشكلة بيتيح لي ان انا عندي استضافة او عندي مساحة تخزين ميت جيجا بايت فده كبير جدا تمام اه اس اس دي يعني سريع جدا وعندي كمان بيتيح لي زيارات على الويبسايت بتاعي لحد ميت الف زيارة شهريا وده رقم كبير جدا طبعا الورد بريس موجود عناوين البريد مجانا يعني اه اعد بقى ولا حرج مش اللي هو واحد او اثنين اعد زي ما انت عايز تسريع ورد بريس ده مهم جدا لان هو بيسرع عملية اه التحميل للناس لما يتخش على الويبسايت عندي بيكون سريع جدا وهكزا وورد بريس متعدد المواقع تقدر انت ترفع اكتر من الموقع وقوات البيانات غير محدودة يعني دي حاجات بقى خاصة يعني ايه يعني ممكن انت ما تحبطهاش قوي ولكن يعني تقدر ترفع تعمل الويبسايت كتيرة على نفس الاستضافة دي تمام? طيب اه انا مسلا بشتري الاستضافة دي بعمل اشترك الان بعدين بيبقى هنا بيكتب لي ارغب في حجز دومين جديد او ارغب بي نقل الدومين الكتروني او هنقل الدومين اليكم يعني ان انت لو عندك الدومين اصلا شريم من اي مكان تاني تقدر تنقله هنا عادي جدا او ان انت تشتري واحد جديد او تحصل على واحد جديد لو انت حصلت على واحد جديد تقدر تكتب مثلا اهنها ولي اقل محمد الفئي وتقول له اختيار هيقول لك محمد الفئي مسلا غير متاح اختار اي حاجة تانية غير محمد الفئي دات كوم ممكن محمد الفئي دات انفو آآ في اي بي تي في وهكزا او تكتب بقى الدومين اللي انت عايزه وبالتالي مسلا تختار ولي اقل كده وتقول له استمرار تمام? فبيجي هنا يقول لك والله انت اخترت اللي هو الاستضافة دي او الحاجة دي المميزات دي كلها تمام? واخترتها لمدة سنتين واخترت معها الدومين مجانة هي المدة سنتين معها دومين مجانة تمام كده? آآ ممكن تختارها شهريا ممكن تختارها سنويا ممكن تختارها كزا لكن لو انت اخترت سنويا بيدي لك الدومين مجانا آآ من اول سنويا يعني لكن لو انت اخترت شهريا انت بتشتري الدومين يعني ثمن وبيكون خمساشر دولار او اربعتاشر دولار على حسب هو ثمن وكان بالزبط وتقدر ان انت تشتريه سواء من هنا او من اي مكان تاني او كان يفضل ان تشتريه من هنا عشان يكون عملية الربط يعني بسيطة وسهلة بين الاتنين. انا ممكن اشتري شهريا واكمل وطبعا الدومين اه كده كده بيكون اه اربطه بعدين عادي يميش مشكلة ولكن انا ده طريقة الشراء اللي استضافة نفسها. اختار ايا كان سواء اعلى الزدفع شهريا او سنويا او ربع سنويا او ايا كان وامشي اكمل الخطوات واحدة واحدة وان ده انا مش اختار اي حاجة هنا لان انا مش هاعدش رحها بكل شوية دلوقتي في هذا المحاضر عشان ما يطلش زيادة عن اللزوم ولكن خلينا نقول دي حاجات خاصة بالسيكوريتي حاجات خاصة بالسيكوريتي شوية مش عارك ايه وهنا حاجات خاصة بالاميل او ان هو عشان ما يجالش اميل اميلات فيها مسلا يعني او فيها مسلا فيروسات وكان ما كله فدي ممكن لما انت يكون عندك خبرة في الوبسايت قوي والوبسايت بتاعك بدأ يسمع بدأ يكون عنده زيارات كتير وكلام ده كله خايف عليه اتداobra انت اتفعل حاجات من الحاجات دي كلها وقدر اتفعلها بعدين عادي جدا ومفيش مشكلة لكن انا اللي هميني بس هو الاستضافة دلوقتي في الوقت الحالي استضافة الاعمال تمام ورح جاي اعمل استمرار وبلتالي بيطلب مني بعد كده اللي هو ان انا ادفع او اشترك وادفع الكلام دا كله تمام؟ انا بيقول لي هنا ده اللي هو ده المسجل اوكي، بقول له استمرار طيب بعد ما عملت استمرار هنا بيبين لي هنا بيقول لي ان انت عند الوقتي عندك اللي هو الوورد بريس هستنج اللي هو البيزنس والدومين اللي انت اخترته اللي هو محمد الفي دوت تي في تمام ده سعره كده سبعة دولار تسعة وتسعين يعني القصة دي كلها سعرها سبعة دولار تسعة وتسعين فانا بقول له هنا اوكي لان هنا بمسلا فيه اللي هو الجيتوي او اللي هو نقول البوابة الدفع بتاخد مني معين فاربعة وعشرين او اربعة وعشرين سنت ففي النهاية التوتل اللي هدفعه دلوقتي هو تحسبوني بقى الاسعار دي. التوتل اللي هدفعه دلوقتي هو تمانية دولار ثلاثة وعشرين سنت. تمام كده? بعد ما ادفع تمانية دولار ثلاثة وعشرين سنت بيكون عندي هنا الاستضافة والدومين. يعني انا بيكون عندي الويب سايت اللي هو الدومين اللي انا هروح عليه. وعندي كمان الاستضافة اللي انا هرفع عليها الايه? الويب سايت بتاعي. تمام كده? بعد ما ادفع وخلاص بيكون عندي الاكاونت اللي انتو هتشوفوه دلوقتي هنا. خلي انا عندي سواني بقى نجيب لكم بعد ما بحط هنا بعمل عملية سواء بقى ممكن اعمل اذكرني عشان لو انا عايز اخش كتير على او ممكن اقول له دخول بيفتح معي لوحة التحكم الخاصة بالاستضافة بتاعتي بلاقي عندي بقى كل حاجة زي انا كنت شرحتها قبل كده في فيديو تاني هتلاقي عندك هنا النطاقات او اللي عندك تمام في الجزئية دي لو انت ضغطت عليها هيطلع لك كل اللي انت اشتغلتها او اشتريتها قبل كده سواء مفعالة او مش مفعالة اه الخدمات اللي هي بقى الاستضافة تمام لو تضغطت عليها هتلاقي عندك جميع الخدمات او جميع الاستضافات نعمل كده نقول له منتجات بتاعتي دي واحدة منتجاتي دي الحاجات اللي انا اشتريتها قبل كده سواء بقى شريد هاستنج كزا 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 وعندي هنا في اللي اخير اللي هو الورد بيس اه هاستنج ده اللي هو البزنس ده اللي انا اشتريته بسبعة دلار ونص شهريا تمام فلو انا شاريه ومع الدومين زي ما انا عملت من شوية كده فبيكون هنا موجود هنا وموجود تحت الايه الدومين بتاعي الدومين بتاعي موجود هنا اللي انا اشتريت بيه وده طبعا هنا ده مجرد تست علشان بس اشرح لكم لكن لما انت بتمشي بالخطوة اللي انا وردتها لك دلوقتي هتلاقي عندك هنا الاستضافة مربوطة اوتوماتيك باي ايه بالدمين تمام فبتضغط عليها بالطريقة دي بيفتح معاك هنا بقى دي الاستضافة بتاعتك الاستضافة بتاعتك بمنطقة البساطة انا مش عايزك يعني تتخضم الكل للشكل ده كله انا بس عايزك تركز على حاجات بسيطة جدا 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 اول حاجة هو ده اختصار لحاجات كتيرة موجودة في لوحة التحكم او لو انت عايز تخش اللوحة التحكم الرئيسية بتاعتها بقى بتخش على لوحة التحكم من هنا من هو انسي فانل من هنا تمام ولكن الحاجات اللي احنا نستخدمها من هنا هي حاجات بسيطة جدا يعني مثلا على سبيل المسال اميل اكاونتز تمام? هيفتح معي الايميلات اللي عندي طبعا انا ما عنديش هنا ايميلات بقول له create email account وبعدين هنا بختار بقول له والله انا عايز الايميل يكون اسمه الفئي والدمين بتاعي طبعا هنا عندي اقتر من دومين لكن لما انت بكون عندك دومين واحد بيكون ظهر لك هنا بس اسم الدومين بقول له هو الدومين ده فبالتالي بيكون الفئي والدمين ده تمام? نحط الباسورد اللي انا عايزه وهنا بتديله بقى بالنسبة للمساحة يعني انا نهاردة لو بعمل email لموظف عندي ممكن اديله مساحة معينة بس ليكن مسلا واحد جيجا اه ميت ميجا ايا كان المساحة اللي قدر يستخدمها في الايميلات بقى في ارسال واستقبال الايميلات وكلامنا كله لكن لو انا بعمله النفسي فانا عايزه unlimited يعني بقى حاجاتي مفعل بقول له unlimited وخلاص يعني لو انا شلت كده ممكن اكتب هنا وليكن 1000 ميجا يعني واحد جيجا بحيث ان هو يعني ما يكونش ياخد مساحة الاستطاقة نفسها كلها لو انا عندي موظفين كتير يعني وبنشئ لهم يعني ايميلات كتير لكن انا دلوقتي كل اللي انا عايزه بس هو ان انا اه انشئ ايميل لنفسي فانا بقول له unlimited وبقول له create طبعا هنا بيقول لي الباسورد شوية ضعيف فانا بقول له generate بدي ناخد هنا ايه لكوبي عشان ما يبقاش الموضوع صعب علي بعد كده كده بقى عندي ايميل شخصي بتاع مش ايميل شخصي ايميل بتاع الايه بتاع الشركة نفسه اللي هو زي ما انتم شوف اه عارفينه اللي هو مش عارف ايه اسامي اشخاص كل الكلام دي كله تمام? طيب عايز ان انا ازور الايميل ده ابعت منه بقى واستقبل منه كله بضعط بس على على الزورة ده اللي هو ويب ميل بضعط على الويب ميل بفتح لي الصبحة دي بخش بس بضعط على هنا كده على هي الايكونة الكبيرة قوي دي بفتح هنا الايميل بتاعي كده الايميل بتاعي هنا بقى مفعل وشغال قادر ان انا ارسل ايميلات بعمل ادوس على العلامة اللي فوق دي على الويصار واكتب الازير ايLEY انا اريده طبعا هو بيتم الارسال من خلال الايميل ده اليميل لاي حد تاني وهنا بكتب الـ Who the subject التاعي وهنا بكتب الازير وخلاص ده ايميل شخصي عادي جدا عادي جدا 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 التبم محمد انا عايز اخشي من الازير ده يعني اعايز انا يعني واحد من المواضفين عندي مثلا على سبيل الميزال ايه ايه عايزين يستخدموا الازير بها هل هيضطروا يخشوا وعلى اللوحة التحكم بتاعة الهوستنج او بتاعة الاستضافة هقولك لأ بمتال ببساطة انت هتدي له ايه اللينك اللي فوق ده هتسهل على الامر هتدي له اللينك ده هيا نفتح كده ونقول له مثلا ايه واقول له كده واحطه هنا كده واقول له ده هيفتح لي الصبحة دي الصبحة دي اي حد ممكن يخش من خلالها سواء موظفين عندي او انا او اي حد مموما وبرحجي احطت الايميل بتاعي هنا والباسورد تعال كده نشوف الايميل بتاعي والباسورد فين بالزبط تعال كده نشوف الايميل بتاعي والباسورد ده الايميل بتاعي ده رحجي اعمل كده ده الايميل بتاعي برحجي اواخده كده احطه هنا تمام والباسورد بتاعي برحجي احطه هنا اولا دخل عندي على الايميل ده اقدر اخش بقى اربطه بالموبايل بتاعي اربطه عادي بخش من خلال البروزر عادي واستخدمه وارسل منه ايميليات واستقبل منه ايميليات عادي كده. يبقى انا كده عندي ايميل خلاص تبع الشركة او تبع الدومين اللي انا اشتريته. خلاص? لانا مش محتاجه دلوقتي. وخلاص بقيت انا عندي الاميل الخاص بالشركة. تمام? ولكن تعالوا نرجع تاني وراء خالص. ونرجع للايه? للهوستنج بتاعنا. طيب. رجعنا دلوقتي للهوستنج بتاعنا وحبين ان احنا بقى ايه? نرفع الويبسايت. طب خلاص احنا دلوقتي شفتم ما خدش الموضوع وقت خالص. ان انا اشتريت الهوستنج واشتريت الدومين. تربطوا بعض اوتوماتيك. وكمان اعملت ايميل شخصي على الشركة نفسها. وبالتالي كده كله تمام? ناقص ايه بقى? ناقص ان انا روح اشتري اللي هو القالب نفسه او الويبسايت نفسه وارفعه عندي على الهوستنج ده. تمام كده? طيب. اول حاجة هو ان انا بروح على موقع اسمه اه كوت كانيون. والويبسايت ده عليه بقى جميع التامبلتز او جميع الاوالب اللي انت ممكن تتخيلها لاي مجالات انت عايزها. يعني انت مسلا بتيجي هنا وبتختار مسلا وليكن اللي هو ورد براس من خلال كوت. ورد براس مسلا. بتقول له وليكن انا شوف اشهر الحاجات اللي عندك. بيطلع لي اشهر الحاجات اللي عنده. تمام? او ان انا مسلا بقول له والله انا عايز اللي هو وبيمز. وبختار هنا وليكن بقول له اه مسلا ريال استيت. تمام? وبختار بتأكد ان هو انا عايز الورد براس لان احنا قلنا هنشتغل على الورد براس. بختار ان هو يطلع لي الورد براس بس. فدي كل المواقع الخاصة بالريال استيت. يعني اوالب جهزة خاصة بالريال استيت او خاصة بالعقارات. شوف بقى اي حد جاي يطلب منك ويبسايت خاص بالعقارات. خاص بماركتنج ايجنسي. خاص بليه وكالة تسويقية. خاص مسلا بآ عيادة. خاص باي حاجة انت هتلاقيه هنا. واللي يكون على سبيل المثال انا بختار عندك هنا على اليمين في السعر بتاعه. وآآ كان واحد اشتراه. تمام? ده لسه محدش اشتراه لان هو مثلا لسه جديد خالص. عندك هنا ده تمانية وعشرين الف واحد اشتروه. الثين ده. عندك هنا ده مثلا خمسة وربين الف واحد اشتروه. والفين وآآ وتلتمية عمله خمس نجوم عليه. ده معناه هو قوي جدا وبتاع فانت ممكن تخش تشوفه. تضغط عليه بالشكل ده. وهتلاقي عندك هنا الصورة بتاعته. هتلاقي عندك هنا لو انت عايز تشوف شكله عامل ازاي آآ اونلاين بقى. يعني لو انت حبيت تزوره. هتلاقي عندك هنا تمام? فيه عندك اكتر من شكل العقارات او اكتر من شكل الصبحة نفسها او الويبسايت نفسه. خلينا مسلا نشوف الشكل ده عامل ازاي? لما انت بتشتريه بتاخد كل الاشكال دي معاه وتفعل الشكل اللي انت عايزه بالمناسبة. يعني مش مسلا اللي هو انت مجبر تشتري حاجة واحدة بس? لا. انت مجرد ما اشتريته خلاص. انت اي حاجة من دول انت بتكون خلاص كأنك شريحة. فده مسلا الويبسايت لو انا العامل جالي قال لي والله انا عايز ويبسايت اقدر اعرض عليه الحاجات اللي انا آآ ببيعها واسعارها والناس تخش تتفرج عليها وتكلامنا كله. فبقى اشوف بسلا والله انا الويبسايت ده شكله حلو. هنا في الحاجات بسلا تتعرض لو الشخص ده لتنسل على حاجة معينة تتفتح له الصور تتفتح له هنا بالشكل ده. تمام? صور العقار تحتها في الماب او في العنوان بتاع العقار في الفاسيليتيز او اللي هو المميزة في العقار. سواء بقى تلت غرف حمامين مش عارف ايه كلامنا كله. اه اتبنى امتى? ودي كلها قابلة التعديل بالمناسبة. كل حاجات دي كلها قابلة التعديل و هنشوفها ان شاء الله في المحاضرات الجاية ازاي انقدر نعملها. تمام? طيب اه خلاص عجبني الشكل ده وهو ده الحاجة اللي انا عايز اوريها للعميل بتاعي او ان انا اجيبها للعميل بتاعي. خلاص بقدر ان انا اشتريها. تمام? بقدر ارجع هنا وبقدر ان انا اشتريها دي. عاملة كام? عاملة تسعة وستين دولار. بقدر نعمل اد تو كارد. واشتري بقى ايه? التيم ده. تمام? طيب. تعالوا كده نشوف. طبعا اكيد انا مش هقعد اقلب في كل الموجودة. ولكن تعالوا كده مثلا اخلاص نقفل ده. تعالوا نشوف مثلا التيم ده. التيم ده انا اشتريته قبل كده. تمام? وجربته قبل كده وكان شكله كويس جدا جدا خاص بآآ ماركتينج ايجنسي او اللي هو يعني حاجات خاصة بالماركتينج يعني لو انت آآ وكيدة تسويق ايه. الريبيوز عليه آآ فور بوينت ايت يعني الناس كويسة مبسوطة مفيش مشاكل عندك كومنتز تقدر تخش تشوف الكومنتز الناس بتقول ايه. آآ والكلام ده كله. طبعا المشكلة هنا هو كله بالانجليزي بس ولكن آآ يعني بتقدر تستشفى الموضوع او بترجمه زي ما انت عايز. الفكرة بقى هنا خلاص انا عجبني مسلا التيم ده. تمام? فهعمل ايه? فروح جاي شريع. تمام? بضغط على كلمة واشتريه. التيم ده عامل حوالي كان تسعة وخمسين دولار حاجة زي كده. الموقع نفسه بياخد حوالي اتنين دولار سيرفز. فبالتالي بيقف عليك بواحد ستين دولار. انا بقول لك احسبها عشان تعرف انت يعني وصل معك كام الحزبة نفسها. آآ هنا حوالي واحد وستين دولار زائد سبعة دولار ونص او تمانية دولار. آآ فخلينا نقول انه هو كأنه بضغط تسعة وستين دولار او سبعين دولار يعني. توتل كله حوالي سبعين دولار لو انا اشتريت هذا التيم. لما ببقى اشتريه وبتبعه خلاص بينزلي فين? بينزلي بحاجة اسمها هنا. تمام? اللي هي بتكون بالطريقة دي موجودة عندي هنا ال اسم اللي انا اشتريكي. موجود عندي هنا. هعمله هانزل كده واقول له. فهنا بيقول لي انت ممكن تعمل كل ملفات الموجودة او بس الملفات الوورد برس اللي انت تستخدمها عندك فين في الويب سايت. فانا عندي بالنسبة لي بعمله للملفات كلها لما عندي. فينزل عندي على بالشكل ده. بينزل عندي بالشكل ده. تمام? بما انتوا شايفين كده? وبعمل له فك الضغط بتاعه. فبيبقى هو ده. بخش عليه بلاقي فيه اكتر من ملف. الملف اللي انا عايزه او الملف اللي هو بتاع الاستضاف انا سوري الويب سايت نفسه هو ده. اللي هو اسمه لواحده اسم الثيم او اسم القالب ومضغوط تمام? فيه اسم القالب ده انا مش عايزه او مش مش محتاجه دلوقتي. فيه اسم القالب وحاجات تانية اللي هي خاصة او اللي هو الفوتوشوب او هي الاشكال اللي جوا بالفوتوشوب فانا مش محتاجها. انا محتاج بس الايه? اللي هو القالب نفسه بس. خلاص? انا كده نزلت القالب عندي. كله تمام? خدوا بالكو ان الوقت بيمر اهو. خلاص? فهعمل ايه بقى? انا عندي بقى? عندي القالب وعند الاستضافة وعند الدومين. فهروح على الهوستنج بتاعي. تمام? على الهوستنج بتاعي هنا. وابدأ اروح علشان اعمل ايه? ابدأ ان انا اه ارفع الديزاين اللي انا اشتريته على الورد برس. فهروح عند الاجراءات عندي على اليمين هنا. هلاقي عندي حاجة اسمها او ادارة الورد برس. هضغط عليها. علشان اعرف كام ويبسايت عندي وورد برس. وقدرنا انا ارفع عندي الويبسايت بتاعك. فانا مش هلاقي عندي اي ويبسايت خلاص. لو انت عندك اكتر من الويبسايت هتلاقي من كلهم هنا. لكن على نفس الاستضافة يعني. لكن انا ما عنديش فانا هعمل ايه? نستل نيو. فبيقول لي اسم الويبسايت بتاعك ايه? اول حاجة بيقول لي ده اللي هو السيربس اللي انت اشتريته. اللي هو الورد برس اللي انا اشتريته. اللي هو الاستضافة نفسها. الدومين بتاعك ايه? عايزه تخليه اه ومش عارف ايه. لا انا بسيبه بس اللي هو ايه? اللي هو ده. اتش تي تي بي اس. نقطتين سلاش سلاش. بالنسبة للدومين نفسه هو نفس الدومين اللي انا اشتريته. طبعا انت هنا بتحط الدومين اللي اللي انت اشتريته. مش الدومين بقى اللي ايه? اللي انا جايبه دلوقتي عشان اعمل عن الاختبار. لا الدومين اللي انت اشتريته. حلو? بتاعك انت بتسيب اللي هو دي بقى او هنقول الاضافات اللي موجودة على الويبسايت. الاضافات العادية اللي هي عشان اتفاع على الويبسايت وتشغاله بطريقة كويسة. عايز الاضافات العادية اللي هي الجنرال ولا في اضافات معينة فهنا بقول له الجنرال في الوقت الحالي الباسورد طبعا بتغير الباسورد هنا بتحط الباسورد اللي انت عايزه فانا مسلا بخليه واحد اتن ثلاثة اه او خاني اقول كده كمام اه اسم الويب سايد بتدي له اسم بتاع كنتا او اي اسم عادي احنا مش هنلعب في الحاجات دي كلها انا بس هتأكد من ايه من موضوع اه الباسورد عشان اقدر اخش عليه بعد كده عادي جدا اليوزرنيم ممكن تخليه ادمن او تخليه اسم كنتا عادي فانا ممكن اخلي اسم انه تمام خلاص اه بس اهم حاجة انا اه افتكر اللي افتكر اللي ايه اللي هو عشان لما بعد كده لما اخش على الويب سايد اقدر اخش عليه بمنتهى البساطة ومنتهى السهولة اقول له واسيبه يحمل شوية بعد كده بلاقيه حاولي على الصفحة دي ان هو خلاص كده حمل وبقى عندي ويب سايد خاص بايه باسمي ومربوط بالورد براس فلو روحت كده مسلا هنا على الويب سايد ده او اللي هو الدومين ده هلاقيه بقى هنا موجود عندي اهو على الدومين ده بتاعي الويب سايد موجود طبعا مش ده الويب سايد اللي انا عايزه ولكن هو بيكون موجود كده انت بقى عندك ويب سايد تمام فبقى اقول له اوكي ده تمام كلام جميل جدا ولكن وديني بقى على روحة التحكم فهتلاقيه مسلا هنا عند العلامة دي بخش عليها يقول لي هيحولك على الوحة التحكم بتاعت الورد براس فحاولنا لعيفة التحكم بتاعت الورد براس بالعربي لو انت عايزة بالانجليزي تقدر تعملا بالانجليزي عايزة بالعربي تقدر سيبها بالعربي وخلاص ده بقى عندي ايه ده موقع خد وقالا في دلوقات سينا هعمل ايه ده الموقع بتاعي ودي لوحة التحكم بتاعته تمام ممكن نشرحها في الفترات الجاية ان شاء الله ازا بقى ان اعنا نتحكم في كل جزئية من جزئية sistema ويبسايت عشان اقدر اعدل على المعلومات. لكن انا في الوقت الحالي عايز بس ارفع الجديد اللي انا اشتريته. حلو كده? طيب. هعمل ايه? هروح ايه رايح عندي كلمة المظهر. تمام? اللي هو يعني شكل الويبسايت. عند اوالب. اوكي. اللي هو انا عايز قالب. فدي الاوالب الموجودة عندي على الويبسايت. انا عايز بقى اضيف قالب جديد. فهتلاقي موجود فوق عندك اضف قالب جديد. فبيقول لك اختار من الاوالب الموجودة في الورد بلاس نفسه. الورد بلاس نفسه في مئات الالاف من الاوالب ولكن دي مش يعني ممكن تكون مش او مش زي اللي انا عايزه. ممكن تختار حاجة من هنا لو انت مش عايز تشتري حاجة جديدة. اختار حاجة من هنا. ولكن هتوقف عندك عملية ايه بقى? في حاجة اسمها امبورت ديمو. امبورت ديمو يعني ايه? يعني ان انت شفت انت الويبسايت اللي انت اشتريته دلوقتي ده. ليه شكل صح كده او انت رحت عند هتلاقي شكله يعني ليه ديزاين معين خلينا ننزل كده نختار وليكن الشكل ده. تمام? عشان ده اللي انا هقولوكو عليه دلوقتي ازاي انا اقدر نعمله. الديزاين ده تشوفوا عمل ازاي? ده ديزاين اهو كامل في كل حاجة في صور في معلومات في اشكال في حاجات انا ممكن اغيرها بعضين فيه اشيال الحاجات اللي انا مش محتاجها واسيم الحاجات اللي انا محتاجها فشكله لطيف جدا وكل حاجة. وده ده اللي انا عايزه. لو انت اشتريت من مباشرة من هنا ممكن ما ينزلش بنفس الشكل ده. يعني دي حاجة اسمها يعني بيحط لك نسخة من الويب سايت اللي انت شايفه ده وانت تعدل على البيانات بتاعته. لكن معظم الحاجات اللي موجودة عند اللي هي انت بتاخد الالب اه لكن انت اللي هتضيف كل الصفاحات والمعلومات من عندك فبالتالي مش هزهر لك نفس الشكل ده. انت اللي بتاع ترسمه كأنه من اول ودي. فعشان اسهل الامر اه عليا انا باشتري جاهز. وبرفعه جاهز. فاخدوا بالكم ان انا هنا ده الشكل اللي انا عايزه صح? ده الدومين بتاع ايه? الشركة اللي انا اشتريت منها. خلاص? عشان بس ايه? لما اخدوا كوب باست عندي تكونوا عارفين هو عمليه ازاي. فخلاص انا ده الدومين بتاع اه بتاعهم. مش بتاعي. انا بقى عايز اعمله عندي. اه هعمل ايه? اخش عند فوق خالص. واقول له اه ارفع قالب. او رفع قالب. تمام? وبعدين اختار choose file. وبختار file من عندي انا. اللي هو الفايل الايه? اللي زي ما انا قلتلكم اللي هو اسم القالب بس. مش اسم القالب وفيه حاجة جانبية لا اسم القالب بس. واقول له open. تمام? بعدين اقول له install now. هيبدأ يحمل معايا. واحدة واحدة. تمام? كده حمل معايا جاري فاك الضغط اه جاي مش عارقة. ايه تم تنصيب القالب بنجاح? بقول له active. active يعني ايه? يعني يكون هو القالب الرئيسي. خلاص? عملته active. فخلاص نزل عندي القالب هنا. ولكن ولكن بيقول لي ان القالب ده محتاج اضافات زي ما انتم شايفين كده اضافات معينة علشان يشتغل بطريقة professional. عشان يشتغل بطريقة كويسة. محتاج الاضافات اللي انت شايفها توقتي. طب قبل ما نروح اضيف الاضافات دي تعالوا كده نشوف. ده الدومين بتاعي. لو عملت كده رفريش. لايه نزلني فعلا القالب. ولكن مش نفس الشكل اللي احنا شبناه هنا. ده شكله professional اوي وشكله جامد جدا. تمام? لكن هو نزل لي هنا. يعني اه فيه الوان منه ولكن مش هو ده اللي انا عايزه بالزبط. هعمل ايه? اول حاجة هعملها هو ان انا هروح وقوله طيب هي ايه الحاجات اللي انت عايزني ننزلها? بضعت هنا على كلمة اللي هي begin to install plugin. بعدين بروح جاي معلم على كله. تمام? وانزله كله. او لو كله ما نزلش مسلا لو انا علمت على كله هنا بالطريقة دي. بقولت له install. يعني احمل. او يعني اعمل له تثبيت عمدي على ال wordpress. وقول له تطبيق. احيانا بيديني error. هنا بيقول لي ان في error وبتاعه كله كان هناك خطأ فادح في مش عارف. ايه? طبعا. تسيبك من لغة العربية. تمام? ففي الحالة دي معناها ايه? معناها ان هو عايزني منزله واحد واحد. plugin plugin. فانا هارجع تاني. تمام? سيبك من الكلام ده. هنا هارجع تاني وقول له install الاولاني ده. بيقول لي تم التنصيب بنجاح. بقول له طب وكي رجعني على البعدي. بقول له install التاني. طبعا فيه active وكي install. بعد ما اعمل install لكله. بعمل لهم كلهم اكتبه. تمام? install. وارجع تاني. اقول له install. اوكي. تم تنصيب بنجاح. install. اوكي. وهنا اللي هو one click demo import اللي هو عشان يعمل بيستبق من ايه? من الويب سايت الرئيسي اللي انا اشتريته. install ده كمان. واذا تم التنصيب بنجاح. واللي بعديه. جاري فك ضغط الحزمة ومش عارف ايه. شوية. يقعد يحمل مع نفسه كده شوية. جاء تحديث الترجمات. اوكي. تم التثبيت بنجاح. القبلة الاخيرة. بقول له install. اوكي. وبعدين بروح عند اخر حاجة خالص. بقول له install. تمام? كده كل الحاجات تم تثبيتها عندي على الwordpress. بروح جايب معلم على كله. بقول له active. عشان افعلها كلها. بقول له تطبيق. عشان يتفعل كلها. وكده بكون كلها تفعلت. تمام? لو عملت refresh. شوفت ظهرت حاجات تانية كتير جدا دي كل الحاجات اللي انا فعلتها علشان تشغل القالب ده. تمام كده? فكده القالب جاهز ومفعل وكل الحاجات بتاعته شغالة مليون في المية. ولكن لو انت خدت بالك وروحت عند domain برضو بتاعي وعملت له refresh هتليه برضو هو هو يعني ما فيش اي تغييرات خالص مع ان انت هنا بتقول لي ان هو كل الحاجة تفعلت وكله تمام. طيب انت عايزه بقى يبقى copy paste من ده. عايزه يبقى copy paste من ده بالزبط شكله بالزبط. اعمل له import demo. import demo يعني ايه? يعني هاتلي copy paste من كل المعلومات اللي في الويبسايت ده. وحطها لي في الويبسايت بتاعي. عشان ابدأ اعضل عليها. عشان ابدأ من حيس انتهى الاخرون. يعني مش عادة انا اعمله من اول وديد من الزيرو. لا انا عايز ابدأ من حيس انتهى الاخرون. فهعمل ايه? هروح عند كلمة اللي هي المظهر. هروح عند كلمة import demo. تمام? هيظهر لي هنا بيقول لي ده الويبسايت بتاعك. بتقدر تعمله import demo data. فانا بقول له اوكي. تمام? فبيقول لي اوكي. عايز تضيف حاجات تانية مع يعني تضيف حاجات تانية مع المعلومات الموجودة على الويبسايت. فانا بقول له لا مش اختار اي حاجة من هنا. بقول له continue and import. يقضي يحمل كده معايا شوية. بسيبه لحد ما يحمل خالص. لا في الشاشة. ولا في الويبسايت ولا في اي حاجة. بسيبه لحد ما يحمل خالص. ويقول لي انه تم تحميل كل المعلومات الموجودة عندك على الويبسايت. وبكده زي ما انتم شايفين تم وضع جميع البيانات او جميع المعلومات على الويبسايت. خلاص بيقول لك تمام? او كده نشوف نتأكد لو انا عملت هنا وقلت له refresh. ايه اللي هيحصل? هتلاقي بيحمل. وبعدين هتلاقي فتح عندك دلوقتي الويبسايت. لو انتم خدتوا بالكو الدومين بتاعي انا. اللي بقى هنشغال عليه. مش الدومين بتاع الشركة بقى التانية. وهتلاقوه copy paste من الويبسايت اللي احنا اشتريناه. يعني ده الويبسايت اللي احنا اشتريناه. ده الويبسايت اللي احنا اشتريناه. وده اللي احنا عملناه. copy paste. خلين نحط ريتينجا مع بعض. نفس الحاجة بالزبط. لو انتم خدتوا بالكو. هو هو. صحي كده? يبقى انت كده عندك ويبسايت كامل. لو انت تنزلت تحت مرسوم كل حاجة. ما اقول له كل او كل المؤثرات وكل حاجة زي ما انت شايف كده. كل الخطوات. نقص بس ان انت تغير المعلومات دي المعلومات اللي انت عايزة. انزل تحت تلاقي ان ده برضه موجود. كل ده موجود. وده اللي هو ايه? تغيير اللي هو اه او اللي هو البرتفوليو بتاعك او الاعمال بتاعتك القديمة. وكل حاجة زي ما انت عايز بالزبط الارقام دي موجودة. اه السور موجودة. التيم بتاعك موجود. تمام? وآخر حاجة خالص الفوتر او اللي هو المعلومات الموجودة في الفوتر اللي هي رقم تليفونك بقى وايميلك والكلام ده كله. يبقى هنا انا خلاص بقى عندي ويبسايت كامل خلاص زي ما انتم شايفين. على الدومين بتاعي وباقي بس الخطوة اللي بعد كده. انا وهي ان انا احط المعلومات بتاعتي كلها على هذا الويبسايت. ارفع الدومين. اه سوري ارفع اللوجو بتاعي مكان اللوجو ده. تمام? اغير البيانات مثلا بيانات اللي هي الشغل بتاعي اللي هو بيانات امتى بيكون فاتح وامتى بيكون قافل والكلام ده كله. اللي هو اوقات العمل او ساعات العمل. تمام? عندي هنا السوشال ميديا بتاعتي. عندي هنا الكلام ده كله بغيرته. ما اغيره ازاي? يعني ادي لك بس تست تصغير كده. عشان تكون عارف يتغير ازاي. بقف على الصبحة اللي انا عايز اغير فيها اي حاجة. تمام? بعد ان اخش على كلمة وضغط عليها بالشكل ده. بيفتح لي الصبحة اللي انا اقدر اعدل عليها. تمام? هي هي نفس الصبحة بالزبط ولكن اقدر ان انا بقى اعدل على كل حاجة. يعني مسلا دي مسلا اقدر ادوس عليها كده. بعد ان اخش عندي عن اليسار. بلاي عندي هنا فيه حاجة اسمها سلايدر كونتنت. ده بقى الكونتنت اللي موجود في السلايدر اللي هو اللي عملي يتحرك ده. عندي اول حاجة اللي هي سمارت ويب ديزاين ايجنسي. وبتحتيها سمارت ويب ديزاين ايجنسي برضو. بقى اغير. اضغط هنا كده. بلاي هنا الصورة. اللي هي الصورة دي. تمام? اللي هي في الخلفية. اللي عملي تعمل زوم ان وزوم اوت. وتحتيها الكلام ده. فانا مسلا هكتب هنا. عمد. تحتي هنا. تمام? وهنا اللي هي الخطوة الصغيرة او اللي هنقول السطر الصغيرة اللي فودة اللي هو ويلكم تو كزا. فمسلا هكتب هنا ويلكم تو اوار ايجنسي. طبعا انت ممكن تكتب العربي وانجليزي براحتك انت خالص زي ما انت عايز. ولكن زي ما انت خدت بالك اغير هنا ويلكم تو اوار ايجنسي. ومحمد الفي بقى مكتوب هنا في العنوان. والزرار ده برضو ممتهى البساطة. تحتيه مكتوب هنا discover more. فانا هكتب هنا contact us. هتلاقي هنا الزرار مكتوب عليه contact us. ممكن احط بقى هنا اللينك بتاع الواتساب بتاعي. اي رقم تليفون او اي امكان الطريقة اللي احط بها الناس تروح تتواصل معي على كين. والصورة اللي في الخلفية كمان بالمناسبة نفس القصة. يعني مسلا خلينا نقول ده سلايد رقم اثنين. سلايد رقم واحد او ممكن اغير الصورة. تمام? اللي هو مثلا يفتح سلايد رقم واحد. واقول لك دلوقتي نغير اسدين. اللي هو سلايد رقم واحد ده. اقعدين بالكم ان هي في بنت هنا وفي كذا وفي كذا. لأ انا بحاجة اعمل كده اللي هو choose image. وبعدين اغير من الصور اللي عندي. ممكن احط اي صور تانية. وليكن على سبيل المسال ممكن احط الصورة دي. تمام? او ممكن ارفع صورة من عندي اصلا من على الكمبيوتر. واقول له select. لو انت خدت بالك تم تغيير الصورة. مع الحفاظ على كل الافكتات الموجودة كل حاجة. ومكتوب هنا اللي انا عايزه بالضبط. وهنزل هنا وروح جاي مسلا دايس على برضو نفس القصة دي. ادوس عليها بالماوس كده. وعدين اشوك عن كلمة content. اغير ال content اللي انا عايزه. هتلاقي مثلا مكتوب هنا كلمة we shape the perfect solutions. هتلاقي مكتوب هنا مثلا we shape. اهو. we shape the perfect. وفي اعلامة كده اللي هو كأنه سطر تاني. وتحتيها solution. هعمل ايه? هنروح جاي مغير هنا كنا مثلا ايه? واقول له. shape the perfect solution. طبعا انت اغير بقى براحة اذا انت عايز يعني. بتحتيه فيه اللي هو description ده. اي غلطة عملتها? انا اقوم مسلا انا وانا بعدل وليكن مسحته. يعني وانا بعدل مسحت section خالص. هعمل ايه? اعمل control z انا مسلا بعدل على اي content او اي حاجة وبالصدفة مسحت section نفسه او مسحت اي حاجة في ال content. يعني مسلا انا بعدل على content ده. وبعدين بضغط كده فقيته وتمسح. مش عارف راح فين نزل تحت تغير شكله. شكله غريب. آآ لقيت نفسي مسحت ده بالصدفة. فمش عارف ده راح فين وده جمينين ولا فيه حالية اختفت. فعمل ايه? انا مسحت ده كمان اهو. بالصدفة برضو. مش عارف انت هتمسح ده كله بالصدفة زي يعني بس يعني يعني اتنسح منك. تعمل control z. هتلاقي ظهر لك اخر خطوة. كأنك انت شغال على word او شغال على اي حاجة. control z كمان مرة. هتزغال لك التحتي. control z كمان مرة. نجع لك كل حاجة زي ما كانت. اهو زي ما انت عايز بالزبط. غير بقى content زي ما انت عايز. يعني زي ما انك اضغط هنا. ويروح عند كمية content. هتلاقي هنا مبوضة عندك الحاجات. layout. ده تغير layout زي ما انت عايز. تدرب بقى يعني انت اعمل تو layout هتلاقي اتغير شكله. بقى لونه ابيض. layout three. بقى شكله مختلف شوية. layout four. شكله اختلف شوية. لأ انا عاجبني layout one عشان يبقى ماشي مع نفس التيم بتاعي. اوكي ممتاز جدا. وبس وبالتالي هيكون عندي الامكانين ان انا اعدل على الويبسايت بتاعي زي ما انا عايز. عايز اعدل على اي content. بس هضغط على اي بالماوس. هتلاقي content تفتح هناك على اي بالشمال. هتقرب. اي المكتوب هنا. هتدور عليه هنا هتلاقيه. خلاص يبه هو ده اللي انت عايز ايه? تعدل عليه. تمام? اعدلت بالغض ترجع برض control z زي ما انت تشاهد كده. هيرجعك تاني على الحاجة اللي انت عملت ده. خلصت كل التعدلات وكل حاجة خلصت. خلاص? هتعمل publish من فوق. كلمة publish اللي فوق خلص على ايدك اليمين دي. خلاص. هينزل على الويبسايت عندك. خلاص هيكون already on line عندك على الويبسايت. عايز تأكد من شكل الويبسايت على الموبايل وعلى اللابتوب وعلى التابلت وكلام ده كلها تلاقيه عندك فوق هنا في اشكال الاجهزة. او ضغط على الشكل ده هيقول لك هو هيفتح كده على التابلت. تمام بالشكل ده هيفتح على التابلت. عشان تكون عارف هو هيكون شكله عامل ازاي? لو انت اخترت الموبايل هيكون شكله هنا على الموبايل بالشكل ده. محاعمل الفي كزا كزا كزا. والموضوع بسيط جدا هيا. هيا ده اخد بقى شوية وقت ان انت اتعدل كل اللي على الوقت دي كلها. على حسن ما انت عايز عايز تشيل انت مش محتاجها. يعني مسلا ده انت مش محتاجه خالص تقدر تشيله. تغير الصور اللي فيه براحتك انت خالص. وده اللي احنا ان شاء الله ممكن نتعلمه في المحاضرات الجاية. اكتبولي بالتعليقات لو انتوا عايزين تعلمه ان انتوا تعدلوا على كامل مسلا. نعمله كأنه كامل نقدر احنا نعمله من 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 الحد الاحتراف. وان هو يكون جاهز بقى خلاص. تمام? بس اعرفوني في التعليقات وانا ان شاء الله اه هبدأ ان انا اشرح على الويب سايت كأنه بننشئ من الزيرو بقى. يعني خلاص بقى اللي هو بتاعنا. نحط عليه البيانات بتاعتنا وكلام دي كله. لكن زي ما انت شفت هو الموضوع بسيط. بتعملت خلاص في خلال يعتبر كأنه آآ نص ساعة او خمسة ترتين دقيقة رفعنا الويب سايت كامل وفعلناه وعملناه. يعني يمكن حاجات اللي خدت وقت بس شوية هو موضوع ان انت تسيبه لحد ما يحمل جميع البيانات عندك هنا على الويب سايت. والمرة الجاية هنعدل البيانات الموجودة. تمام? وهيكون عندك الويب سايت كامل وهي متكامل. بس الموضوع بسيط وخطوات بسيطة جدا. واتمنى ان يكون دي زي ما انا قلت لكم قبل كده ان هي تفتح باب رزق او تفتح باب آآ دخل للناس حابة ان هي تطور من شغلها وتطور من نفسها. او لو واحد ما عندوش امكانين ان هو يتمع مبالغ كبير عشان يعمل الويب سايت لنفسه. بالطريقة دي هو هيكون عنده قدر ان هو يعمل الويب سايت كامل. وزي ما قلت لك قبل كده لما انت تجي تشتري ويب سايت بيكون معاك كتالوج كامل. تمام? يعني انت اشتريت ويب سايت من هنا. تمام? بتقلب كده او ممكن تواصل مع الدعم الفني بتاعهم اصلا. وتطلب منه ان هو يدي لك الكتالوج الكامل الخاص بهذا الويب سايت علشان تقدر ان انت تعدل عليه كل حاجة. هنا مكتوب هو اسمه احفظ الكلمة دي اسمها فانت مسلا هدد على كلمة فيبتاح لك الكتالوج الكامل بتاع الويب سايت. بيقول لك بقى هنا وهنا اعمال لك فيديو وتقدر تنزل تحت شوية. ممكن هنا بيقول لك بقى بالصور ان انت تروح الاول على كلمة او اللي هو المظهر. احنا كنا شايفين والعربي. المظهر. وعند كلمة وتروح جاي رافع الفايل وتعمل له اكتب وبعد كده تخش تعمل اكتب لكل او الحاجات الاضافات اللي موجودة عليه. تفعلها كلها. وبعدين بعد ما تفعلها كلها خلاص تروح جاي رايح عند كلمة تمام? وتسيبه يحمل شوية لحد ما يخلص. وهيكون عندك الويب سايت كامل هنا. ده هنا بتمشي واحدة واحدة. تقول لك الموجودة. الالوان لو انت عايز تغير الالوان تخش بين تغير الالوان بتاعته. اه تغير ارقام التليفونات اللي هو تغير التليفون تغير التكست اللي هو التليفون ده. اللي فوق هنا ده. تمام? اه بيقول لك تخش فين بالزبط تعمله. اه عند الاليمنتر. ايه هي يعني ايه اللي هو تقدر تعدل من خياله الصبح نفسها اللي احنا شوفناها من شوية. ده اسمه تمام? يعني ده او الاضافة دي ان انت بتعدل من خلالها الويبسايت اسمها كمام? اه تحتيها عندك اللي هو اللي هو التواصل معنا. اه ازا تعدل عليه والكلام ده كله بيشرح لك كل حاجة. بحط الاميل فين? والاسم فين? والكلام ده كله وديلك فينه تربطه كمان مع مين الشامب ازاي? اه الفيديو ان هو يظهر قدام الناس اللي هو الفيديو ده يظهر ازاي? ترفعه منين? كل الكلام ده كله مرفوع ومحضوط هنا. ولو انت يعني في حاجة مش فهمة او في حاجة واقفت قدامك. هتنزل بتاعتها عندك كلمة عندك هنا الكونتاكت اص هو. فتدت هجاي عامل الاميل ده وتبعت له ايميل بكل الحاجات الوقفة قدامك. عندي مشكلة في كزا 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 كمان? فينعم كده ان الصورة بتاعتي ظهرها عندك على الايميل. بس عملا هو هنا في اخر الصفحة في ايميل تاخده وتتواصل مع الايميلك الشخصي. انا اشتريت الفيم الفلاني او القالب الفلاني ووقفت قدامك مشكلة كزا مش عارف اعمل كزا منين? او تخش على المكان اللي انت اصلا اشتريت منه اللي هو ده وتخش عن كلمة او الكومنتات وتكتب الكومنت بتاعك. تنزل تحت خلاص تكتب الكومنت بتاعي مسلا اللي هو ايه كل الكومنتات دي كلها? تكتب الكومنت بتاعي هنا والله انا حاولت ان انا اعمل كزا مش عارف هتحصل منين او بتعمل منين? جاريت تساعدوني فهتلاقي اصلا الادمن اللي هو صاحب الثيم او الشركة صاحبة الثيم هي اللي بتتواصل معاك او بتبعاد لك ترد على الكومنت بتاعك انا وتقول لك اعمل واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. فالما دور زبان انتم شفته بسيط ما بيخدش وقت يمكن يعني ممكن ياخد بالكتير جدا جدا لو انت اول مرة بحياتك تعمل اا يعني تشتغل على الويب سايت او تنشئ ويب سايت اول مرة بحياتك خالص هيعمل ياخد منك حوالي اا ممكن ساعة بالكتير جدا ممكن ياخد منك ساعة لربعة او هنقول ساعة خليها يا سيدي ساعة يكون عندك كاميرا لان انا مفروض اصلا ياخد منك نصف ساعة او اقل لكن خلينا نقول لو حصلت قدامك اي حاجة وقفت قدامك قول هياخد منك ساعة كاملة وبس يكون عندك كاميرا اليوم اللي بعدي او اليوم اللي بعدي بخلال يومين تلاتة تقدر تعدل البيانات الموجودة تحط البيانات اللي انت عايزها وخلاص لو انت جمع البيانات ومجهزها مش هياخد منك يعني تاخد البيانات وتحطها وخلاص آآ رقامة اللي كانت حطها اللوجو انت مجهزه آآ او اللي هو عن الشركة انت مجهزة كل الكلام ده كله انت مجهزه انت مش محتاج تاخد وقت زيادة في خلال يعني يوم كامل عمل زي ما احنا قلنا ممكن تلاقي عندك ويوب سايت كامل مش محتاج في ان انت آآ تجيب شركة خارجية ان هي تعملها لك ودخل منك فلوس كتير بس اتمنى نكون محاضرة النهادة كانت محاضرة لطيفة خفيفة طويلة كالعادة آآ بس وان شاء الله المحاضرة الجاية اكتبو لي في التعليقات لو انتم عايزين المحاضرة الجاية ان شاء الله ان انا اعدل لكم على البيانات الموجودة في الويب سايت آآ ازاي تقدر تعدلها تقدر تعدلهم منين بقية البيانات تقدر تعدلها منين الكلام ده كله عشان يكون فعلا عندك ويب سايت احترافي عشان بقى بعدك ما تنشئ الويب سايت كامل تخش بقى تبدأ تكمل شغلك على التسويق الاكتروني اه لو هو تربطه بالبيكسل وتربطه بجوجل كمان عشان تقدر جوجل اناليتكس عشان تقدر تقرأ كم عدد زوار الويب سايت بتاعك زاروه منين وقم منين وراحوا فين وتعمل عملية تتبعه كمان لكل الناس اللي زارت الويب سايت بتاعك تقدر تعملهم استهداف واعادة استهداف كالعادة زي ما احنا تعودنا في مجال التسويق الاكتروني بس كده نرجع بقى للاستوديو عشان نقول كلمتين لو طاب كده وان شاء الله هشوفكم في المحاضرة الجاية وطبعا اكيد ما تنسوش اللايك وشير علشان يعني فعلا اللايك بتاعك بهدعم القناة يعني اكيد انت مش تدفع حاجة في خلال اللايك ده يعني تعمل لايك والاصف تمام بس وكون جيدا عشان برضو ده بيدعم القناة كويس جدا يرجع يخليها شوية ما تنشط يعني عارف ان انا مأثر في نزول الفيديوهات لكن يعني بنحاول بقدرة المكان احنا الهاتنين ان احنا نشغل القناة تاني نرجعها تاني للناس اللي هي بتحاول تستفيد. ومعنداش القدرة ان هي تشتري كورسات مدفوعة. فا اعطا فاقا ده ممكن يكون مساعد لها. وان شاء الله ربنا يسهل ويعمل الخير علينا جميعا. وبتحبيب الرزق لكلنا سواء انا او انتو. وهي دي اهم دعوة واحلى دعوة ان انا فعلا بحب ان هو فتح حبيب الرزق لنا جميعا. تمام? بس نشوفكم ان شاء الله المحاضرة الجاية. سلام. وكده نكون نتعلمنا مع بعض بطريقة بسيطة ازاي نقدر ان احنا نشتري ونشتري كمان الاستضافة. وكمان نشتري التمبلت او الديزاين نفسه. وازاي نقدر نرفعه على الاستضافة ونفعله. وبالتالي يكون عندنا ويب سايت كامل متكامل. نقدر بقى بعد كده في الخطوات الجاية عشان ما يكونش يعني الحلقة النهاردة او محاضرة النهاردة واسعة جدا جدا او طويلة جدا جدا. فازاي نقدر ان احنا نعدل البيانات على هذه الصفحات بناء على اختيار كل واحد فينا. او على هنقول اه مزاج كل واحد فينا. تمام? والمجال اللي هو شغال فيه والويب سايت المطلوب منه. زايت كمان يعني ازيدك من الشعر بقيت ان مش هيكون فيه فرق نهائيا. ما بين ويب سايت عادي زي اللي احنا رفعناه النهاردة. ويب سايت خاص بالتجارة الالكترونية لان زي برضه ما شفنا النهاردة ان جزء من الويب سايت بتاعنا هو التجارة الالكترونية تقدر تعرض عليها سواء منتجات او خدمات. فبالتالي ممكن المرات الجاية لو انتو حابين اكتبولي في التعليقات تحت. لو انتو عايزين احنا نعمل نفس الخطوات ولكن لو احنا عايزين نعمل متجر الكتروني بتاعنا احنا بقى مش مسلا مربوط بمنصات تانية زي او زي اي حاجة تانية بنقدر ان احنا نرفعها على الويب سايت بتاعنا او يكون الويب سايت خاص بنا احنا الاردرات بتجي علينا احنا طريقة الدفع بتيجي عن طريقنا احنا كل الكلام ده كله. فبالتالي مش هيكون فيه فرق نهائيا ما بين ان انت تعمل الويب سايت خاص بك انت او ويب سايت شخصي او ويب سايت خاص بالتجارة الالكترونية اه لان كله بيكون واحد نفس الخطوات ونفس الاداء. فبالتالي زي ما انتو شفت النهاردة ان احنا عملنا ويب سايت كامل متكامل بخلال يعني ممكن نقول اه دقايق مع نقول نصف ساعة اي اربعين دي اي 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 دي مش مشكلة ولكن في النهاية ادارة ان انت تحصل على الويب سايت. التكلفة تقدي بقى بتكلفة مثلا خلينا نقول الويب سايت بقى قوي. يعني التيم اللي احنا اخترناه النهاردة تيم قوي جدا مش مش من التيمات اللي هي او مش من الاوالب الضعيفة او الاوالب اللي هي الصغيرة. فخلينا نقول ان احنا صرفنا حوالي ستين دولار او اتنين وستين دولار على الالب نفسه او الديزاين نفسه زائد كمان صرفنا على الاستضافة ما يقرب من ثلاثة دولار او اتنين دولار ونص في الشهر. في احسبها زي ما انت عايز بقى في ناس ممكن تدفع بالسنة. ناس تدفع بالشهر يقول لي انا عايز بس ان انا اشتغل شهريا او ناس تدفع بالسنتين او ثلاثة احسبها بنفسك. فممكن تكون في النهاية ما وصلتش لحد خمسة وستين دولار. وعملت ويب سايت كامل بنفسك بايدك. انت اللي عملته من الزيرو. تخيل بقى انت عملت الكلام ده وبيعته لحد تاني. طبع انا اكيد مش هتعمله من البداية. يعني خلينا نقول ان انت مش تعمله مع نفسك وتحول تشوف حد يشتريه. لا. اي حد يجي يقول لك والله انا عايز اعمل ويب سايت لو انت عرضت الخدمة بتاعتك ان انا جماعة بعمل ويب سايت للناس كلها. تعال اعملي ويب سايت يا فلان يا علان. فانت تعمله له بكام بقى. شوف انت عايز تزود كامل. نصيحة مني. طبعا احنا ممكن نعمل محاضرة كاملة بقى لو انت عايز تعرض خدمتك ازاي تعرضها والتسعير والكلام ده كله. ولكن خلينا نقول ان انت ممكن تشوف المنافسين بتوعك بيعملوا ويب سايت بكام. يعني انت ممكن تسأل اي منافس. انا عايز ويب سايت واحد اثنين تلقى نفس المتطلبات بالزبط بتاعت العميل بتاعك. وشوف هو يعرض عليك السعر كام بالزبط. وانت شوف الفرق. انت تقدر تعمله بكام. وتقدر تكسب منه كام. ويكون في فرق سعر بس. عشان العميل بتاعك يكون مبسوط. وفي نفس الوقت انت تكون ربحان او كذبان. فصدقوني الموضوع بسيط زي ما انتم شوفته. وعايزكم بقى ان انتم تتشجعوا كده وتحاولوا ان انتم تجربوا بنفسيك. وممكن تعملوا بصايت ليك انت لوحدك. يعني نفسك انت باسمك انت مسلا كده. يعني كنوع من انواع ان انت بتعمل او ان انت بتارد خدماتك على الناس. حط الخدمات بتاعتك. حط ارقام تليفوناتك. حط السيرة الزيتية بتاعتك كلها. او الكلام ده كله. ولو اي حد قال لك والله انت بتقدم ايه? بعت له الموقع بتاعك انت. وده خير دليل على انك انت فعلا يعني انت عندك. مش مجرد بتقول له والله انا عند الخدمات دي. لا انت بتدي له الموقع الشخصي بتاعك انت لان ده شغلك. ده شغلك في ان انت بتعمل مواقع. بتعمل اعلانات. بتعمل اه اعلانات ممولة. بتعمل خطة تسويقية. بتعمل كزا بتعمل كزا بتعمل كزا. فانت بتدي له موقع كامل. قل له اهو ده الموقع بتاعي. خشة صفح الخدمات فيه اه شوف اللي انا بقدمه. ولو حبيت اه مثلا انت تواصل معي او كي حبيت ان انت تعمل اه تختار اي خدمة من الموجودة تقدر تشتريها مباشرة او تختارها مباشرة وان شاء الله في المرات الجاية يعني احنا ان شاء الله في المحاضرة الجاية هبدأ ان انا اعلمكم ازاي تقدر تعدل على المعلومات بتاعة الموقع اه اللي هو البيانات الصور الموجودة كل حاجة الموجودة المينيو من فوق اللوجو الالوان كل الكلام دا كله زيت كمان بعض الحاجات اللي انت ممكن تضفها زي مسلا ايكونة التواصل بتاعة الواتساب اللي هي بتكون موجودة على اليمين او الشمال فوق او تحت او كام دا كله فالحاجات اللي هي الصغيرة اللي زي كده نقدر احنا نتعلمها وبالتالي نقدر احنا نعمل ويبسايد كامل في غضون يعني خلينا اقول يا سيدي انا قاعد براحتي شغال هعملك ويبسايد كامل في خلال يوم كامل انا هعاد كده براحتي بشرب كوباتي الشاي بتاعتي وبعمل الويبسايد بتاعي كامل من اول اليوم لحد اخره خلصته وسلمته للعميل او ان انا يعني بقيت انا بقى بتاعي انا تخيل انت عامل ويبسايد وكلفك كله على بعضه يوم كامل عمل او يوم واحد عمل بس وتكلفته عليه كفلوس خمسة ستين دولار ولكن تقدر تبيعه بميتين تلتمية ربعمية دولار هشوف الفرق المكسب عمل ازاي هتعرف قد ايه الموضوع مربح جدا جدا جدا. وبس كده اتمنى كون محاضرة النهاردة كانت بداية كده لشوية حاجات ممكن تيجي في زهنكم ان انتو تقدروا ان انتو تستفيدوا منها ولو اي حد احتاج اي حاجة اكتبوهلي في التعليقات تحت اي اسألة اي استبصالات اكتبوهلي تحت في التعليقات وانا ان شاء الله هارد عليها اول باول وبازن الله المحاضرة الجاية زي ما انتولكم هتكون تكملة للمحاضرة دي زايد بقى خلاص احنا مجرد ما احنا عملنا الويبسايد بتاعنا كامل هنقدر بقى نربطه بالبيكسل ونقدر ان احنا نفعل البيكسل عليه ونقدر ان احنا نعمل عملية تتبعه للعملاء بتاعنا ونرجع تاني لعملية اللي هي او عمليات التحويل من خلال اعلانات الممولة على فيسبوك وانستجرام او اي منصة تانية لان كلها هتصبك نفس الويبسايد بتاعنا فيعني الموضوع زي ما انتولكم ان هو مش رفاهية انت لازم يكون عندك ويبسايد دلوقتي ترد علي المنتجرات بتاعتك او الخدمات بتاعتك لان ده فعلا هيساعدك كتير جدا في تحسين اداء الاعلانات في المستقبل وبس كده لو انت عندك اي اسئلة وصف صلوات اكتبالي في الكومنتات ومن تنساش طبعا اكيد اللايك والشير والكومنت اللطيف بتاعك يعني علشان ان شاء الله استمر في الفيديوهات الجاية من انا عفنا بتأخر ولكن يعني ديكم شايفيني اخيل بقى يعني انا بصرف وقت ايه في ان انا اعمل فيديو زي كده وفي الاخر اللايكات بتكون قليل يعني المهم يعني دعوة حلوة كده عندي في الكومنتات ياريت علشان فاتح باب الرزق لي وليكم وفي نفس الوقت ان شاء الله حاجة تشجعني ان انا اعمل لكم الفيديو الجاي في اسرع وقت ممكن وبس كده واشوفكم على خير ان شاء الله في المحاضرة الجاية كان معكم محمد الفي السلام